اليوم سوف نرى أهم أفعال الطبخ التي نحتاجها في المطبخ وكذلك سوف نرى بعض أدوات الطبخ تحضير الطعام Das essen zu bereiten الفعل zu bereiten هو فعل منفصل plus accusation Sie bereitet das essen zu هي تحضر الطعام schälen يعني قشر يقشر schälen Ich schäle die Apfel أنا أقشر التفاح schneiden يعني قطع يقطع schneiden Sie schneidet die Tomaten يعني هي تقطع الطماطم gießen يعني سكبة أو صبة gießen Ich gieße Öl in die Pfanne يعني أنا أسكب الزيت في المقلات Die Pfanne هي المقلات Ich gieße Tee in die Tasse أنا أسكب الشاي في الفنجان الفعل Braten معنى قلى يقلي Braten هو فعل غير منتظم Er brät ein eye هو يقلي بيضا Incheiben schneiden يعني التقطيع إلى شرائه Incheiben إلى شرائه Sie schneidet Eine Banane Incheiben هي تقطع موزا إلى شرائه Ein Würfel schneiden يعني التقطيع إلى مكعبات Sie schneidet Eine Zwiebel In Würfel هي تقطيع بيضا إلى مكعبات الفعل باكن ومعنى خبزا يخبزو باكن Ich backe einen kuchen أنا أخبزو كاركا Ich backe einen kuchen Omrugan يعني حركة أو قلبة Omrugan هو فعل منفصل Ich ruge di tomaten zose Om أنا أقوم بتحريك سلسة الطماطم الفعل haken معناه فرama haken Sie hakt koryanda يعني هي تفريم الكوزبara Sie hakt koryanda الفعل reiben ومعنى حك reiben er reibt kese يعني هو يحك الجبن er reibt kese الفعل kneten يعني عجن أو دلك kneten Sie knetet den teig يعني هي تعجن العجين Sie knetet den teig auspressen معناه عصرة auspressen هو فعل منفصل Sie presst eine orange aus هي تأثر برتقال Sie presst eine orange aus winden يعني kalabah winden er windet einen pfankuchen هو يقلب فطيرة أو pancake er windet einen pfankuchen ein الفعل ausrollen يعني فرد ausrollen Sie rollt den teig aus هي تفرد العجين Sie rollt den teig aus hinzufügen هو في المنفصل معناه أدافا يضيفو hinzufügen يعني دهن streichen ich streiche butter aufs brot يعني أنا أقوم بدهن زبدة على الخبز ich streiche butter aufs brot aufs hier auf plus das ich streiche marmelade aufs brot أنا أقوم بدهن أن مرب على الخبز الفعل aufschlagen يعني كسر aufschlagen سيش لقت ein أي auf hier تقوم بكسر بيضا سيش لقت ein أي auf الفيل ورط يعني تبلا يتبلا ورط عندما تضيف التوابل إش ورط داس أس أنا أتبلا الطعام إش ورط das essen mit فيفا يعني أنا أتبلا الطعام ب الفلفل أسود أو إش ورط das essen mit ظلص أنا أتبلا الطعام ب الملح أن فل شمل يعني أداب يضيب شمل شمل إش شمل سبوت أنا أضيب الزب إش شمل سبوت أن فل شتراين يعني رشة شتراين هي ترشو الزهتر على البيتزا سي شتراين أوريغانو على البيتزا الفل أبجيس يعني التصفية من الماء أبجيس إش جيس مايس أب يعني أنا أقوم بتصفية الضرة من الماء إش جيس مايس أب الفل بخوبيرن في سياق الأكل معناه تدوّق بخوبيرن هي تتدوّق الطعام هي تتدوّق الطعام الطعام فردسيرن معناه زيّنا يزيّن فردسيرن زي فردسيرت أين طورة يعني هي تزيّن كاكا زي فردسيرت أين طورة الفعل أن ريشتن يعني جهز يجهز أن ريشتن زي ريشتت دس أسن يعني هي تجهز الأكل تجهزه في سحل التقديم زي ريشتت دس أسن أين فل كوخن ومعناه طبقة كوخن إش كوخ دس أبند أسن أنا أطبخ العشاء إش كوخ دس أبند أسن فردسيرن يعني خفق عندما مثلا تخفقوا البيض فردسيرن الفعل كوخن معناه أيضا غلا كوخن إش كوخ وص أمتي سو تسو بغايتن يعني أنا أقوم بغلي الماء لكي أحضر الشاي إش كوخ وص أمتي سو تسو بغايتن الفعل مالن يعني طحن مالن زي مالت دين كافي هي تقوم بتحن القهوة زي مالت دين كافي الفعل غريلن يعني شوى يشوي غريلن زي غريلت فيش يعني هي تشوي السمك زي غريلت فيش من كان آية مت اي غابل اي نمش نيباسن او اي نمش لفل فاك وان يمكن خفق البيض بواسطة شوكة او مخفقة او ملعقة دس نمت من اي زيب دس زيب هي المسفاد من فرندت اين ميسا او اين شبار شيلة او ات وشيلن يعني يتم استخدام السيكين او المقشرة لتقشير شيء ما الفعل فعل بلوس اكوزاتي في معنى استخدام او استعمال ام دن غاز هاد ان زيب براوغت من اين فوير تشغيل موقع الغاز تحتاج الو اللاع ام اتواص زيبن براوغت من اين رايب لباشر شيء ما تحتاج الى ميبشار دي رايب ام دن تايج براوغت براوغت حسا تحتاج الى ملعق خشبية ملعق براوغت الدقيق الدقيق او الطحين تحتاج الى غرب الدقيق داس ميل زيب براوغت براوغت ملعق براوغت براوغت